ده فيما يخص الحكام روي فيتوريا انا راجل في ناس كده عارف انت ايه يريحوك يحسسوك بتفائل انا اصلا من اول ما تم العناها روي فيتوريا متفائل حاسس انه في حاجة حلوة تحصل هتقول لي انت خلاص قلت انه هينجح الله اعلم الله اعلم عارف انت كده بتقول لي ايه انا مرتح له قبل بتعرف على برقه دم كده وتقوله انا مرتح له مش شرط يطلع كويس ولا وحش بعد كده بس مرتح له انا مرتح له ضيب فيتوريا طبعا المستند على ده على سبيه محترم بس هو كمان بيشتغل شغل كويس النهاردة نشر صور ليه وللجهاز المعاون نشر على الحساب الرسمي بتاعه على انستجرام وهو بيتفرج على مباريات الدورة للجولة الستة وعشرين والسبعة وعشرين خلال تواجدهم في البرتغال تعرفين هم هيجوا قود شهر اغسطس ان شاء الله عشان يتابعوا عملهم من مصر هم الوقت في البرتغال ونشر الصور وهم كل واحد فيهم قاعد في مكان وبيتفرجوا على المباريات روي بيتوريا أمام حضراتكم والجهاز المعاون أحب الناس اللي بتشتغل أحب الناس اللي بتشتغل في مدربين أجانبك لو بيعدوا علينا كده اللي هو ايه افرح يا عمان عندك وخلاص أنا هيضبك هنزل التدريبة ولا هنزل معسكر وتشوفوا الكلام لا ده هيعمل حاجات كتيرة أوي أوي مثلا مثلا وانا قلت لكم الكلام ده هيقعد مع كل المدربين اللي في الدولة أول ما ييجي كل المدربين المصرين والأجانب اللي موجودين في الدولة هيقعد معه وهيقعد أو طلب كان قوائم منتخبات الشباب وانا قلت لكم قبل كده انه الراجل ده عينه دايما على الشباب هو بيحب الشباب بيحب اللعبين الصغيرين عشت بس لما ييجي اختار قائمة منتخب مصر أول قائمة ما تستغربش ولا تتفاجئ لو لقيت لعبين أعمارهم الصغيرة تستغربش أبدا تستغربش أبدا طيب رؤية فيتوريا طلب حاجة كمان كلنا كنا بنسأل عليها من زمان ومحدش كان بيعملها في كل المدربين المنتخب اللي جمع الفترات اللي فاتت وهي وهي بيانات كل المحترفين اللي موجودين خارج مصر هتقول لي يعني ايه كل المحترفين اللي موجودين خارج مصر محمد صلاح ومحمد النني وإحمد حجازي وطريزيجيه والأسماء دي يعني لا 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 همش طالب دول دول عارفهم هو طالب هو طالب أي حد معاه جواز صفر مصري بيلعب في أوروبا في أي مكان في أوروبا إن شاء الله في ملطة في سربيا في النمسا في أي حاجة معنى إيه الكلام ده في لعبين مصريين صغيرين بيطلعوا مع أسرهم في أوروبا معهم جنسية مصرية فأسرهم بيخلوهم يلعبوا في أندية في أوروبا بيلعبوا في مرحلة النشيين وبعد كده ايه بيتساعدوا مثلا في لعبين تانيين بيطلعوا في فرق مش كبيرة من زي الأهلي والزيماك الته برضو ما تعرفهمش بيسافروا مع وكلة ويخلوهم يلعبوا مثلا في البرتغال في فرنسا مثلا زي ما بيحصل في دول أفريقية كثيرة في لعبين عشانا ما عرفناهمش من هنا ما بنعرفهمش في أوروبا بس هو فيه مصريين بيلعبوا في أندية في أوروبا مش شرط تكون أندية كبيرة مش شرط تكون أندية كبيرة بس ربما نعرف نستفيد منهم ربما نعرف نستفيد منهم لو طلعنا بواحد بقى مكسب كبير واحد من الأسماء اللي بنعرفهاش واحد هيبقى مكسب كبير جدا جدا